اشتركوا في القناة كابتن العزيز الخالد بيومي كابتن خالد هذه هي القرأة فقط قراءة في القرأة يعني قراءة هي فيها انصاف لبعض الفرق زي ريال مدريد بالنسبة لنادي نابولي نفس الموضوع بنتكلم على مانشستر سيتو مع المونكو مع احترامه تقديري المونكو البي اس جي مواجهة مكررة ثلاث مرة في خمس سنوات مع البرشلونة مواجهة صعبة جدا اش بليه ولستر سيتو مباراة الى حد ما متقربت المستوى باثنين مدربين كبار جدا اذا كان خرخي سنبولو باطل كوبا امريكا مع تشيلو وكمان رانيرا العجوز المخضرم اللي كسبان البرنامج اللي جي السنة الفات وبرة برضه هتكون عايشة او فيها نوعا انواع ندية في الصراع البدني بمي باير لي بيركوزن واتليتكو مدريد بورتو يوفينتس مدرسة ايطالية صعبة جدا على بورتو اعتقد ان دي ممكن تكون اسهل المواجهات بالنسبة اللي وينتس لان نبدأ الكابتن بصاحب اللقب ريال مدريد مع نابولي ممكن تكون هذه المباراة اللي ممكن لو يتجاوزها ريال مدريد بعدين نحكم عليه كان ممكن يحافظ على اللقب ولا لا طبعا نابولي بيمر بظروف الى حد ما جايدة في الوقت الحالة ولكن طبعا عدم موجود رأس حرب ممكن يأثر كتير جدا عندهم زيلينيسكو وعندهم كمان هامسك وانسينيا ونفس الموضوع مارتينيز ريال مدريد مباراة سهلة الى حد ما نتكلم على سبعين ثلاثين بالنسبة للكلافرقين نظر الامكانيات والخبرات الموجودة عند ريال مدريد والامكانيات الموجودة عند نادي نابولي لأول مرة سيعود مرة تانية كاليخون الى البرنابيو والبيو للبرنابيو في ظهور أمام ريال مدريد أتصور ان لم يكن يحلم زين الدين زيدان بمواجهة بنفس الشكل ودي برضو هيأكيد لي حاجة مهمة جدا ان ريال مدريد لعب في مرة بروسيا تردو على التعادل عشان يبقى في المركز التاني ويلعب مواجهة سهلة جدا على عكس المركز الاول رغم كل اللي اسمعناها والانتقادات من زيدان للاعبين وجهة نظر الشخصية نصفه بعدين تغيرات عادية جدا والريال مدريد بيلعب بخمسين في المائة مستوى تصل الى المركز الاول لبروسيا تردو لأن احتمالة اللي ممكن توجهها لما تحتل المركز التاني كان هناك موناكو كان هناك الليستر سيتي وكذلك نابولي دي وجهة نظري شخصية في سنة وجهة نظر ان اللعب ريال مدريد نصفه الأخير اللعب على التعادل عشان يبقى في مركز التاني لانه شايف ان مواجهات المركز التاني اقل بكتر جدا من مواجهات المركز الاول اذا هذا بالنسبة لحامل اللقب ريال مدريد من المباراة الاخرى التي تتير الانتباه في هذه القرعة من طبيعة الحال باير ميونيخ مع ارسونال اعتقد بأنه قمة المباراة هذه القمة المباراة القيمة اتنين مدربين مخضرمين كارلو انشلوت المدرب عنده خبرات عالية جدا بيحاول هو جاي كمان بعد خلف البيب جورديولا عشان يكسب دورة طول الربا اللي بقى له 30 غايب عن الباير ميونيخ وعسين الفينجر مخضرم كتير بس ارسونفينجر تفكيره اكتر ممكن يكون في الدورة انه شايف الموضوع صعب ولكن في نهاية ممكن تكون مواجهة الى حد ما فيها نوع من انواع الندية انما الباير ميونيخ عنده الامكانيات من حرسة مرمى لرأس الحرب اللي باندوبيسكي اعلى بكتير جدا من الارسونال الارسونال يمتلك وسط ملعب يمتلك مجموعة من المدافعين في الوقت الحالي على عكس الموسم السابق ولكن اتخيل ان الموضوع البوكسين دي والوصول للمركز الاول في الدورة الانجليزية لو ارسونال في الدورة الانجليزية هي اثر كتير جدا على مستوى الباير ميونيخ متعود كاللعيبة وكامكانيات وكمدير فن كبير عنده خبرات في الوصول الى دورة طول الربا مع الميلان ومع الريال اضافة ايه اطلاق الشتوية في الدولة الاوروبية دي ممكن تريح كتير جدا الباير ميونيخ على عكس الدورة الانجليزية في البوكسين دي المانشستر سيتي موناخو المانشستر سيتي موناخو المانشستر احنا نتكلم على ثلاث شهور برشلونة المانشستر سيتي ماتش واحد في مشكلة كبيرة جدا في النواحة الدفاعية هل الفترة الشتوية هتعيد الاتزان لجورديولا في التعاقد مع بعض اللاعبين في النواحة الدفاعية تتناسب مع طرقه التيك تاك اللي كان بعملها مع برشلونة لم تقعد جدية لم تقعد كافية بالمرة يتعامل في المانشستر في دورة انجليزية دورة سريعة جدا فرقة المونكم مع الشردين فرقة ممتازة جدا ما عندهش حاجة يخسرها هيلعب بكل أريح هيلعب بسهولة جدا بيلعب مرشح انه يكون هو احد المنافسين على المراكز الأربعة فاعتقد الشخص ان المنشستر عنده كل الامكانيات لتخطي المنوكة حتى وإن كان في الكو في أفضل حالات وفي الوقت الحال نعم نبيل مباراة أخرى بيس جي برشلونة مباراة متجددة كل مرة متجددة لان في خمس سنين لعبوا ثلاث مرات والبيس جي في عندهم مدرب في رأيه تركي اوني اميري تعب كتير برشلونة في الدور الأسباني وتعبوا كمان في الكاس السوبر وعنده خبرات عالية جدا ولكن ما ينقص فريط بريس سن جرمانيا شخصية الفريق البطل طبعا مواجهة ظلمة ولكن المشكلة الأكبر عندي برشلونة في توضع مستوى بعض اللعيب توضع مستوى تيكي تاكا علي لأن في حتة فنية مهمة جدا تيكي تاكا في الوقت الحالي تيكي تاكا لا تتناسب مع برشلونة على لويس إنريك تغيير إلى حد ما في جزئية معينة إذا كان مدير فنية إذا عاوي لعب على تيكي تاكا لابد من استعادة الأزهام بالنسبة للينيستة وتشافي دي مباراة مفتوحة لكل الاحتمالات ولكن فنية أعتقد بردو برشلونة بالسلاس الأمامي ممكن يكون عندهم أفضل النسبة باير ليفركوزن قتلتكم مدريد الوصيف للموسم الماضي يعني السيميوني ماشى على سطر دوري الأسباني أعتقد أنه بتاعت كتير المشكلة في السيميوني أنه كان في السنوات السابقة كان أحد المدارس الدفاعية الكبيرة جدا السنة تغير التاكتك من 4-5-1 أو 4-2-3-1 لـ 4-4-1-1 لقى بشكل هجوم بجريزمان وجمير وفي الوقت الحالي لم يعد يستطيع الشكل الدفاع بيقوى الأدف في كل مباراته دي مؤثرة جدا على أتليتكو مدريد ولكن طبعا زي ما قلتلك في بداية الحلقة دي مباراة فيها الصراع الندي بتاع البدني من بين باير ليفركوزن في الفترة الشتوية نفس الموضوع لأتليتكو مدريد إلا هجمات المرتدة لكله فرقين ولكن أتليتكو كخبرات سيميوني كخبرات بعض اللعيب بوسط ملعب في جابي ممكن يكون الأفضلية نسبة لأتليتكو مدريد إلا أتليتكو مدريد يوفنتس هذا الموسم مع هيجوين ممكن هو الليجري بيحاول يثبت الصفقات التي اتعاملت السنة دي اليوفنتس في الفترة اللي فاتت باع العيبة اللي يقل عن 300-400 مليون يور استعاد صفقات كويسة جدا منهم هيجوين بيانش الفرق بدأت تشغل تغير طريقته كمان عشان تتناسب مع هيجوين ومع منزوكيتش من 3 إلى 4-4-2 ودي طريقة جديدة على اليوفنتس في الوضع العام اليوفنتس فقط ضلته في أن واحد تهديفها في قبل الأهداف لأنه خسر بنوشي خسر كيليني وخسر برزالي في الوقت الحالي عنده روجان وعند بعض اللعيب اللي موجودين في البدفاع فمش بنفس الشكل اللي بيعملوله المحط اللي كان بيشغل على الأليجري عشان كده أعتقد أن الفترة الشيطوية برضه هتكون مؤسرة بالنسبة لأليجري معه أنه هو بيحاول يجيب صفقة فوسط الملعب زي فيتس للعب البيجيكي ممكن يدي انطباع جيد لأن المركز ليس في مستوى ستوراري ليس في مستوى ممكن يكون فيتس أحد اللعبين المهمين لليفنتس الآن كابتن خالد الكل يريد أن يعرف ليستر سيتي هل ممكن أن يحقق مفاجأة كما حققها في البريمير ليج ليس بالفوس باللقاء لكن على الأقل الوصول إلى ربع النهائي أشبيليا أشبيليا ليس في الفريق السعلى هذا الموسم النفس ليس موجود عند ليستر سيتي اللي أحمله السنة اللي فاتت في الدورة الإنجليزية كان إعجاز باشري لأنه يتكرر مرة أخرى يتكرر كل 50 سنة ليستر سيتي مع رانيري عنده مشارك كثير جدا في النحة الدفاعية وكما في نص الملعب وخصوصا أن الكانتين تقل من لتشيلسي أشبيليا عنده مدرب عبقري كان بيلعب 3 في تشيلي بيلعب 4 في سيبيلي يقبل أهداف أوليال جدا عامل مفاجأة في الدورة الأسبانية خرخ سنبولي المدربين اللي بعرفوا يتعاملوا مع المباراة الجيم بشكل أكثر من رعا الكرة الإنجليزية مع الكرة الأسبانية في آخر 10 سنين أسبانيا مسيطرة على كل أوروبا آخر 10 سنين 22 بطولة للكرة الأسبانية إذا كان في كاسة تحضر الأوروبية أو في دورة أبتالي أوروبا معناه أن الأفضلية النسبي هتيجي لخبرات خرخ سنبولي لخبرات بعض اللعيبة في دوري والاحتكاء كمان وكمان هناخد الأجازة أو الفترة الشتوية بتاعة أشبيلية على حساب بلستر سيتي فريق المباراة أخيرة البينفيكا بروسيا دوتموند يعني بروسيا أنا متفاجأ من تخيل في الدوري الألماني هل هو بيفكر في دورة أبتالي أوروبا صحيح هل الموضوع وسع عدد النقاط وسع ما بينه باللابز و بين بيرمينيخ عشان كده مش قادر يعم يكمل النواحة الدفاعية عنده قليلة جدا أو سيئة بيقبل أهداف كتير جدا النواحة اللجومية عنده من أفضل خطوط الهجوم الموجودين في أوروبا ولكن في نهاية قبل الأهداف بينفيكا فريق متصدر دوري بارتغالي فريق سرعي جدا فريق مدربه أكثر من رائع ولكن في نهاية بروسيا دورتوم عنده الإمكانيات التي تساعده أن يصل إلى الدور الثاني وخاصة إذا قلنا أنه بمتلك حارس مار ممتاز باندر فيلر مع العيبة من أفضل العيبة الموجودين في أوروبا في الوقت الحالي أنا أدي نسبيا أدي بروسيا دورتوم أعلى من منفيكا إذن مشاهدينا فقط تذكير بالمباريات التي أصفرت عنها قرعة الثمو النهائي مانشس سيتي مونا كوريا المدريد نابولي بنفيكا بروسيا دورتوم الحلقة تتسجل على شن التوقات لا صح بورتو يوفينتوس باير ليفركو ناتليليكو مدريد باير ميونيخ أرسونال بيس جي برشلونا شبيليا ليس سيتي فقط الإشارة كل هذه الفرق التي على اليمين كل هذه الفرق احتلت المركز الثاني في دور المجموعات الفرق التي احتلت المركز الأول أو التصنيف في التصنيف الأول في دور المجموعات إذن مشاهدين بعد الفاصل نواصل فقرات اليوم لكن هذه المرة للحديث عن الفيفا واقتراع الفانسينو بزيادة عدد المنتخبات المشاركة محوم معنا